في اجتماع لم يضي الى نتيجة يمكن البناء عليها بعرض قريب لكابينة حكومية متوافق عليها خرج الكرد والسنة بوفاض خال من اي حصص تذكر او هكذا قال القائلون الذين كشفوا عن كواليس الاجتماع الذي عقد في منزل الحلبوسي الاطراف هذه ناقشت الحصص دون تطرق الى مقبولية الحكومة والبرنامج المفترض تقديمه مع الحكومة الاسبوع المقبل تيار الحكم القريب البعيد من المفاوضات حذر من مغبة تمرير الحكومة بدون تصويت وتأييد السنة والكرد على اعتبارهما مكملين للضلع الثالث الا وهم الشيعة في تشكيل الحكومة على مدار الاعوام الماضية التحذير هذا يأتي ليس من باب اشراك المكونين هذين في الحكومة بقدر الخشية عليها من الانهيار او للقسام او حتى تعطلها تماما من ناحية القوانين والقرارات وانسحاب ذلك على قوة الحكومة وتحركاتها داخل المجلس ما يبدو ثابتا امرين احدهما اقوى من الاخر الاول هو ان علاوي اعتمد ثلاثة اسماء لكل حقيبة وزارية احترازا منه لرفض احدها داخل المجلس فيلجأ الى البديل الثاني حتى استنزاف كل الاسماء المتاحة له اما ثاني الثوابت فان علاوي ماض بطرح كابنته وان تكون غير مكتملة وفق التسريبات التي قالت بان الرجل انجز تسعة عشر حقيبة من اصل اثنين وعشرين على اي تم ذلك خلال الاسبوع المقبل اشتركوا في القناة